اهلا بكم عزيزيوني المشاهدين فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح دائرة جديدة ومشروع جديد وهي دائرة مؤقت اضاءة السلم او اضاءة الدرج دائرتنا النهارده عبارة عن مؤقت تعتمد على شحن وبقيام المكسف ودائرة تكبير مكونة من اثنين ترانزيستر ورليه لتجهيل الحمل المتين وعشرين اللي هيكون معانا هو لمبات اضاءة السلم وهنبدأ هنا بدايرة التغذية ممكن دايرة باور بدون محاول دايرة مكسف او بطارية او شاحن الفولت الموجب هيدخل من خلال اتنين مفتاح مفتاح بش بوتن هيكون موجود في كل دور ده مفتاح جرس يعني سوستة والمفتاح التاني هيكون اف و اون ده هيكون موجود في الدايرة نفسها لو عايزين الاضاءة تبقى شغالة مستمرة او نطفيها تبقى من خلال المفتاح ده وكل دور هيكون في المفتاح ده لتشغيل الطائمر فقط يبقى المفتاح اللي هيكون في الدايرة نفسها مع الدايرة نفسها ده المفتاح المانوال لو عايزين نشغل الاضاءة مستمر او نفصلها المفتاح اللي هيكون موجود في كل دور عشان تشغيل المؤقت هو مفتاح بوش بوتن او مفتاح جرس هيكون سوستة المفتاح هي يوصل المكسف بتاعنا اللي هيتشحن من خلال مقاومة 10 اوم دي عشان تحافظ على المفتاح من الكارنت او من الامبير العالي اللي بيسحبه المكسف لحظة الشحن فهيدخل الطيار يشحن المكسف بفولت المصدر 9 فولت وهنا عندنا اثنين مقاومة مقاومة المت ومقاومة متغيرة للتحكم في سرعة تفريغ المكسف وسرعة اطفاء الاضاء هناخد من النقطة دي نقطة المكسف او من فولت المكسف هناخد مقاومة واحد كيلو او خمسة كيلو ممكن خمسة كيلو عشان نزود التايمر اكتر نزود عدد الدقيقة اكتر خمسة كيلو دي لحماية البيز وتقلل الكارنت المسحوب او الطيار المسحوب من المكسف وبالتالي التفريغ بتاعه هيكون ابطأ هتشغل الترانزيستور هيسحب طيار من خلال مقاومة واحد كيلو للحفاظ على بيز الترانزيستور التاني الترانزيستور التاني هيشتغل وهيشغل الرلي معنا والكمان بتاعت الرلي متصلة بمصدر متين وعشرين ومع النورمال كلوز في لد احمر ده للباور يعني انديكيشن للباور او اشارة ان الدايرة بتاعتنا شغالة ونورمالي اوبن مشغالين عليها الاضاءة بتاعتنا اللي هنعوزها في كل دور وكمان معاها لد اخضر ده هيكون موجود برضو في الدايرة عشان تبين ان التايمر شغال وفيه مقاومتين سبعين كيلو ده لحماية الليدات من الطيار المتين وعشرين وفيه هنا ضايد واصل بطرفين الكويل بتوع الرلي بشكل عكسي ده لحماية الدايرة من الطيار التفريغ بتاع الكويل نفسه طيب هنشغل الدايرة ده ونشوف هنا حاطين على المكسف عشان نشوف مراحل الشحن والتفريغ وعندنا هنا اللمبة بتاعت الاضاءة هنعمل شغل البرنامج وهندوس على البوش بوتون ده كده شحن المكسف ودي مراحل التفريغ بتاعته فولت المكسف هنا لما يوصل ده واحد واربعة من عشرة او واحد خمسة وثلاثين من مية هت يقف الترانزيستور الاول وبالتالي يقف الترانزيستور التاني وريشة الريلية تتحول من النورمالي اوبن للنورمالي كلوز وهتطفل اضاءة وتطفل لد الاخدر ويشتغل اللد الاحمر دليل على فصل الاضاءة شايفين حضراتكم فولت المكسف بينزل احنا دلوقتي عاملين المقاومة على النص يعني نص الوقت تقريبا هنشوف القيم بتاعتنا دي هيبقى الوقت بتاعها كام واحنا عاملينها عن نص عشان ممكن نزود او ممكن نقلل عن القيمة فالقيمة اللي هتطلع لنا دلوقتي دي هتكون متوسط كده فولت المكسف وصل لي واحد ستة وتلاتين من مية خلاص كده التايمر بتاعنا هيفصل دلوقتي وفصل فعلا وريشة الرلي اه بقيت على نورمال كلوز واخدنا وقت في حدود مية وعشرين ثانية يعني دي ايتين وزي ما حضراتكم شايفين شكل تفريغ المكسف وهيزهر لكم دلوقت لينك فيديو اه المكسفات ممكن تراجعوه وتشوف طريقة الشحن والتفريغ ومكسفات وكده الاضاءة بتاعتنا فصلت تمام ممكن نزود عند دي اتين وممكن نقلل احنا كده نص الوقت بتاعنا عند دي اتين ممكن نقلل وممكن نزود ممكن نوصل لخمس دقائق وممكن نوصل لدقيقة دلوقت الاطراف اللي هتكون طالعة من البردة بتاعتنا او الدايرة بتاعتنا هتكون اتنين طرفين طرف هنا وطرف هنا طرف طالع وطرف نازل للمفتاح الجوش اللي هيكون موجود في كل دور وهي طرفين للمتين وعشرين لتغذية اللدات وطرف الموجب او اللي جاي من النورمالي اوبن بتاع الرليه اللي هيروح على اللمبة او الاضاءة بتاعت السلم وطبعا اللمبات هتكون وغدى الارضي من المصدر على طول يبقى هيكون عندنا خمس اطراف طرفين ميتين وعشرين وطرفين صعد ونازل من المفتاح البوش وكمان طرف واحد للاضاءة على طول السلم في كل دور خلاص يبقى هما خمس اطراف طرفين مفتاح طرفين ميتين وعشرين طرف اللمبة هتكون وغدى ارضي وهتاخد الكهرباء من الرليه دي الدايرة بتاعتنا وهي هنتظر تعليقاتكم على الدايرة التغذية مين بيفضل دايرة الادابتور ومين بيفضل دايرة باور بدون محول ولو في اي سؤال او حد عايز الدايرة عملية على البرد بورد على البي سي بي ممكن نعمل فيديو عملي لو لقينا عدد عايز الفيديو العملي وكده نكون خلصنا دايرة النهاردة ومشروعه النهاردة ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناة ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله سلام جانب